اعزائي طلاب الصف الاول السنة وفي كل مكان اهلا ومرحبا بكم يا تقدد اللقاء ومعكم حلقة مراجعة ليلة الانتحان في مادة الفيزياء حبيبنا الطلاب احنا الحلقات الماضية كنا خلصنا المنهج ورجعنا النموذج الاسترشادي ومن خلال متابعتي ليكم من خلال الحلقات والتعليقات على اليوتيوب لقيت ناس كتير جدا بتقول لي احنا عايزين ان تكون حلقة المراجعة شاملة يعني نعيد فيها تاني شرح المنهج بالتركات والحاجات المهمة انهم بيحسين ان المنهج منهم ضايع يعني حتة دية مش مرتبطة بالحتة دية والرسمة البيانية دي مش مرتبطة بالرسمة البيانية دي ويمكن ده ممكن يكون شيء طبيعي لانك اول مرة بتدرس فيزياء في مرحلك او في مرحلك الدراسية علشان كده النهاردة ان شاء الله وانطلاقا من سياسة برنامج سر التفوق انا اعدت صياغة المنهج كله في 15 ورقة ان شاء الله مش هيخرج عنهم من الامتحان كافكار انا بقى الكتاني كافكار يبقى الاولوية دلوقتي عشان يبقى نرضي كل الطلاب وان الطلاب كلهم يكونوا مستفدين ويخسهم ان حلقة المراجعة دي حلقة مهمة ان احنا هنعيد المنهج تاني من اول القياس الفيزيائي ولكن هنركز على طول على الحاجات اللي احنا عايزينها اللي هي القوانين المهمة اللي هنحل منها واستخلاص القوانين يعني ممكن يكون سؤال انت كنت بتحله بالقوانين المعتادة في نص ساعة وعندنا مساء كتيرة ممكن تقعد ربع ساعة وتلت ساعة معاك لكن دلوقتي هتلع لك من القوانين قوانين تانية واحنا داخلين بكتابنا اوبن بوك بنكتب فيه قوانين بتاعتنا كجزء من سياسة الكتاب المفتوح القوانين ديت احنا طلعناها من خلال ان احنا دمجنا اكتر من قانون ببعض فوفر لي اكتر من سلسلة او اكتر من خطوة في الحل فبالتالي بعض المسائل اللي انت كنت مستصعبها او بعض المسائل اللي انت كنت شايفها صعبة هتلاقيها سهلة جدا وهتتحل بخطوة واحدة كمان انا عملت حاجة كويسة في الاعداد ده ان الاسئلة اللي كنت سألتوها قبل كده وحلناها او ما كانش فيه وقت ان احنا نحلها بردق خطتها في حتتها يعني في الجزء بتاعها واحنا بنشرح مثلا على المغزوفات واحنا بنشرح على المغزوفات هرجع حل الحتة دي فلان بردق الامتحان مش امتحان قومي ده امتحان يختلف من ادارة لادارة فبالتالي احنا عندنا في مصر مئات الادارات التعليمية بمئات الامتحانات فلازم ان احنا نكون عند ارضاء جميع الطلاب وكل طالب يلاقي في مراجعتنا ان شاء الله الامتحان متوفر علشان كده انا عايزة اتركز معها خالص اول حاجة ابعد اي حاجة بتخليك تتوتر اي حاجة بتخليك عندك مضغوط وانا دلوقتي بعيد شرح تاني متركز في الامتحان انسى الامتحان خالص سيبك من الامتحان افتكر حاجة واحدة بس انا عايزة فيها وعايزة طلع قوانين ناخدها سكرينشوت كده نكتبها في كتابنا نشتغل عليها في الحل ما تشغلش نفسك ان انت حليت الامتحان الفلاني في النموذج الفلاني فوقف قدامك خمس مسائل او ست مسائل طبيعي جدا في النظام الجديد توقف قدامك مسائل طبيعي جدا تيجي اسئلة يعني هي من المنهج ولكن يعني متطرقة لابعاد كبيرة شوية عايزة فهم وعمق كل ده بيدغط عليك وانت بتحل دلوقتي او انت بتستمع ليا فبيخليك مش مركز من فضلك اركن ده على جم احنا ان شاء الله الحلقة دي وحلقة اضغدا خلال الحلقة دي ونص الحلقة الجاية ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر ان انا عيد المنهج كله ثم ابدأ احل فنيات مهمة وطبعا منها اسئلتكم هبدأ اجمحها كلها وانا جمحت منها جزء وانحلها في الاخر بس بعد ما يكون المنهج كله حضر في دماغك فما فيش حاجة بتضغطها ما تحسش ان انت مذاكر كويس وبعدين نجي نحل مسائلة دلوقتي تلاقيك مش فهمها او خطواتها طويلة اول حاجة المستر بيقول لك شي للي بيضغط عليك ركز ان انت تفهم ما تقلقش من الامتحان ما تخافش من المسألة بسم الله الرحمن الرحيم ورجعت ليلة الامتحان في مادة الفيزياء هنبدأ بالفصل الاول للمرة الاخيرة بأكد عليك انسى الامتحان ركز بقى معايا اول دبس كان بيتكلم على القياس الفيزيائي طب نرجع ندردش مع بعض بقى ايه القياس الفيزيائي هو عملية مقارنة كمية مجهولة بكمية اخرى معلومة المصدر من نفس نحة لمعرفة عدد احتواء الاولى على التاني يعني انت عندك كميتين كمية مجهولة وكمية معلومة وانت دورك في عملية القياس تعاير تشوف دي قد ايه من دي تمام طيب مثلا لو انا بقيس فكهة فانا عايز اقيس كيلو فكهة معينة يبقى انا بقارن كمية مجهولة لعدد الصمرات اللي في الفكهة اللي انا بشتريها بكمية اخرى معلومة المصدر من نفس نحة اللي هو الواحد كيلو جرام ليه عشان اعرف انا ااخد كم صمرات تديني كيلو جرام كويس كده خلي بالك بقى ممكن يجيب لك افقار كتيرة في الجزء ده انا يهمني رأس الموضوع طيب لو بقيس طول مثلا بقيس متر من القماش يبقى مقارنة كمية مجهولة اللي هو طول القماشة بكمية اخرى معلومة المصدر وهو مين المتر طيب تعالوا ما نرجع لبعض كده ونقول ايه هي عناصر عملية القياس ومنها نبدأ ندخل في الفنيات اول حاجة وجود كمية فيزيائية رقم اتنين وجود ادات قياس رقم تلاتة وجود وحدة قياس يلا مع بعض واحدة كده كمية فيزيائية قلنا اي كمية فيزيائية لازم تكون خضعة للقياس يعني تتقاس يعني ما جيش اقول لك الحق والعدل والخير والجمال ده كله مش كميات فيزيائية لكن اي حاجة اقدر اقسها اسميها انا كمية ايه فيزيائية لو جينا صنفناها هنجد ان الكمية الفيزيائية دي حاجة من الاتنين لا اساسية لا مشتقة طب افهم بقى معين ايه الفرق بين الاساسية والمشتقة الاساسية قالك تعرف تماما بذاتها زي الطول والكتلة والزمن طيب والمشتقة قالك تعرف بدلالة الكميات الاساسية زي الصراحة طيب خلانا نرجع مع بعض طبعا انا مش هقدر احصيلك كميات المشتقة لكن هتفهم مني نرجع كده مع بعض لما اقول الطول مثلا الطول الطول كمية السياحة ايه لو انت ما شفتنيش انا هدى مساءة على الطول بس عشان الوقت زي ما قلنا احنا عايزين نخلص المنك تقريبا في حلقة او نص لو انا دلوقتي او تلك انت ما شفتنيش بس عارف ان انا اسمي محمد عرفت اسمي وعرفت كتلتي 70 كيلو جرام وعرفت انا عمري قد ايه تقدر من خلال المعلومات دي تعرف الطول لا لازم تشوفني قدام عنايك وتقسني عشان تعرف طول يبقى الطول كمية اساسية تعرف بدلات الطول عشان اعرف طولك لازم اجيب المتر وايسك لكن لما اجا يقول السرعة سرعة العربية لا كمية مشتقة لان عدد العربية بيعمل ايه بيقسم المسافة ويقسم المسافة على الزمن يطلح حاجه اسمع السرعة اللي هي بتساوي المسافة على الزمن يبقى الطول كمية أساسية لكن الكتلة كمية مشتقة طب أنا عندي بقى بلايين الكميات الفيزيائية في مدرسة في حياتنا هعود بقى كل واحدة عاود عاملة كده هقول لك لأ طريقة حلوة سهل الممتنع هنعرف التسع كميات الأساسية اللي في المنهج ونكتبهم كده في جنب كتاب المدرسة التسع كميات الأساسية وواحد اثنين لغاية التسعة والله أي واحدة منهم تبقى أساسية غيرها تبقى مشتقة يعني ما يقول لك الحجم الأساسية ولا مشتقة أشوف بقى في التسعة دول طب تعالوا بقى ما نكتبهم مع بعض كده ونقول بيتقاسوا بايه بالنظام الدولي أول واحدة الطول والطول ده بيتقاس بالمتر طيب تاني واحدة الكتلة والكتلة بتتقاس بالكيلو جرام تالت واحدة الزمن ده بيتقاس بالساني طيب رابع واحدة درجة الخرارة المطلقة دي بتتقاس بالكلب خمسة شدة الطيارة كارب بتتقاس بالأمبير ستة شدة الإضاءة وأحيانا يطلق عليها الاستضاء بتتقاس بحاجة اسمها الكانديلة أو الكانديلة أو الشم سبعة كمية المد بتتقاس بحاجة جيلك بص الأول منهم يبقى أساسية مش منهم تبقى مشتقة طيب ممكن يقول لك كمية تقاس بالمتر دي أساسية ولا مشتقة طول أساسية طيب كمية تقاس بالكيلو جرام أساسية طيب الزمن تقاس بالثانية أساسية طيب درجة الحرارة المطلقة بالكلب كأساسية طيب شدة التاركة رابب الأنبير طيب شدة الإضاءة بالكنديلة أو بالشم سي دي طيب كمية المادة بالمول أم أقل أو أم الزاوية المسطحة الريديان والتانية الاسترديان خلاص دولة كميات الأساسية بس خد بالك يا بطن نكتب بقى تحتها ملاحظة مهمة كلمة الطول اللي احنا بنتكلم عليها ككمية السية مش معناها الطول بس أي حاجة بعدها بيتقاس بالطول يعني مثلا الطول ده ممكن يكون إيه ممكن يكون طول ممكن يكون عرض ممكن يكون ارتفاع يعني انت بتقيس قوضة طول عرض ارتفاع ممكن يكون سمك سمك حاجة سمك الإزاز ده ممكن يكون عمق عمق ماء ممكن يكون قطر قطر قلم ممكن يكون نصف قطر كل دول أساسيين يبقى مش اقول لك التسعة واقول لك قطول وبعدين يجي لك يقول لك ارتفاع مبنى كمية ايه تقول لي ده كازا لا يبقى كمية مين أساسية من واقع منهجك تمام دولك الكميات الأساسية اللي عندنا طب الكمية المشتقة عكسه طيب نيجي للجزء التاني احنا ماشي مع بعض سنة سنة وكل حاجة مرتبطة بيها هنحلها فيها الكميات الأساسية احنا قلنا عناصر القياس ثلاثة واحد وجود كمية فيزيائية صنفناها الكمية فيزيائية أساسية وكمية فيزيائية مشتقة طب انت قلت الأساسية لما تيجي تقول مشتقة زي السرعة مثلا السرعة كده عشرين الوقت السرعة بتساوي ايه مسافة على الزمن يبقى طول على الزمن يبقى بتشتق من حكتين أساسيتين الطول والزمن طب العجلة بتساوي السرعة على الزمن طب السرعة بتساوي المسافة على الزمن في الزمن يبقى بتشتقم المسافة والزمن طب مثلا القوة بتساوي الكتلة في العجلة طب الكتلة في العجلة اللي هي المسافة على الزمن في الزمن يبقى برضك مشتقة كمية التحرك الكتلة في السرعة كل الكلام اللي احنا خدناه نقدر نطبقه مش اساسية تبقى مشتقة هتشوف هي مشتقة من ايه دي اللي في صغة الابعاد اللي هنقولها بعد شوية لما ندخل لصيفة مين الى بعد المهمة تبقى انت مش مضغوط بتمشي بقواعد علمية ناس كتيرة تقول لك احنا المنهج مش عارفين احنا مش عارفين اللي سؤال بيجي من برق المنهج لا بيجي والله من المنهج ولكن حط النفسك اطار تمشي عليه الموقف يتغير يعني انا النهاردة بقول لك قوة ممكن اقول لك برق في الامتحان قوة الاحتكاك عربية اصطدمت مثلا بمبنى قوة التصادم دي هتقول لي مش في المنهج اي وقوة التصادم مش في المنهج لكن ايه في الاول وفي الاخر ايه قوة يبقى انا بعمل لنفس اطار بشتغل عليه في الحلقتين دول في غاية الاهمية الحلقتين دول وادخل اتوقل على الله وان الله لا يضيع اجرى من احسن عملا معك كتابك بتسترشي بيه كالاطار لكن الافقار فهم بتفهمها طيب الجزء التاني وحدات القياس وانا نقف وحدات القياس اتطورت عبر الزمن صح؟ لما نجي مثلا نبص للزمن اول حاجة الساعة الرملية كلمة وردغطة الساعة الرملية دي بتستخدم في ايه؟ تستخدم في قياس الزمن قديما طب اتطورت شوية بقت ساعة البندول طب اتطورت شوية بقت ساعة الاقاف طب اتطورت خلص دراتي الساعة الديجيتال او الساعة مين الرقمية يهمين بس معلومات تعرف لكن بالنسبة للطول بقت على نركز عشان القدمة ذات الورانية ممكن يجيلك فيها مسألة طب ازاي اقيس بالقدمة ذات الورانية تلاقي كلام كبير قوي والموضوع صعب قوي ومعقد قوي هقلوه لك كلمتين بساطة بس نفهم يعني ايه قدمة ذات الورانية فيه اطوال كبيرة فيه اطوال صغيرة فيه اطوال عادية زي طولي زي طول العربية فيه اطوال كبيرة قوي زي المسافة بين الارض والقمر والمسافة بين الكوكب والكوكب بتتأس بالسنة الضوئية فيه مسافة صغيرة قوي زي لما اقولك مثلا الالم الداخلي ده الانبوبة بتاعة الالم الداخلي ده ده اللي هنشتغل على دلوقتي بالقدمة ذات الورنية يا ترى قطرها ايه طبعا لو جدت اسها بالمسطرة هتدي قياس غير دقيق ليه قياس غير دقيق لنها صغيرة فهي الملي عندك ممكن تزود ملي واثنين ملي وتنقص ملي واثنين ملي طب هي فيها اصلا كم ملي عشان نغلط من هنا جات القدم ذات الورنية فيما تستخدم القدم ذات الورنية تستخدم في قياس الاطوال الصغيرة بص بها معايا بالوراة والقلم هخليك تاخد قرية القدمة في ثانية وناخد عليها مسألة من المسائل اللي طلبنا حبيبنا بعطوهنا قبل كده خلال الفترة اللي هي من الانتهاء من الشرح والمراجعة الاولى وليلة اللي امتحنا النهاردة مثلا القدم ذات الورنية دي عبارة عن شيء كده لتدريجين اتنين اول تدريج تدريج سابت ده تدريج سابت التدريج ده مثلا بدء من هنا من الصفر وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة واحد طيب وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة تمام وبعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ده اتنين كده كده طيب التدريج ده سابت فيه بقى تدريج متغير متحرك اللي هي الورانية دي دي انا حطت الحاجة اللي انا بقاسها هو والورانية دي بتفتح وتقفل تقفل على الحاجة وتفتح على الحاجة فتقس السنك بتاعها لقى تدريج تاني مقابل بدء من الصفر برده كده وبعدين شروط كده 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 ده بيقس بالسانتي وده بيقس بالمل تمام؟ يعني ده 1 سانتي 1 و 1 من 10 سانتي طب اللي بين ده وده بقى ده التدريج الزغير ده ملي طب نعمل ايه؟ هتلاقيه بقى عشان ما نخشش في تفاصيل مش هتفيدك وانعايز المفيد بيقولك احنا بنقس على مرحلتين ان القراءة الكلية بتساوي القراءة بتاعت الاساسي ده زائد القراءة بتاعت الورانية حلو الكلام؟ طيب كتير من الناس بتقول تحاول دي للملي عشان تجمع دي على الملي انا هقول لك حاج جميل اوه خالي دي بالسانتي وحط دي بالمل جنبها والموضوع خلص طب يعني فين القراءتين؟ هتلاقيه مكبر لك انهم الجزء ده عشان يقول لك الصفر بتاع الورانية وقت عند كام؟ تعال اما نكبره كده عشان اقول لك القراءة مثلا اوه 1 2 واقف عند بعد الثلاثة 1 2 بين الاثنين والثلاثة اوه ده صفر طب يبقى 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ادي الواحد يبقى 1 ملي 2 ملي 3 ملي 4 ملي 5 ملي وده واحد طيب التدريج الصغير يهن من الصفر بتاعه وركز بقى واقف فين؟ ادي الصفر بتاعه اه بس ملكش ما تشغلش نفسك باللي بقى بقى شوف انا بشتغل على ايه؟ الصفر بتاع الورانية واقف فين في التدريج الاساسي هتلاقي واقف بين الاثنين من عشرة والثلاثة من عشرة يبقى قابل الثلاثة من عشرة وبعد الاثنين اروح كاتب الاراية الاولانية اثنين من عشرة خلاص كده؟ خلصت ايبنا جبت الاراية دي طب لو واقف بين الواحد وستة من عشرة والواحد وسبعة من عشرة اروح واخد واحد وستة من عشرة طب لو واقف بين الواحد وثمانية مصطرة عادية خالص انت بتقيس مصطرة عادية خالص وقت بين الواحد وتمانية من عشر واحد وتسعة من عشر ما تاخدش الكبير تاخده الصغير واحد وتمانية من عشر طب الكسر يلي بقى دي اللي بتجيب الورانية طب بتجيبه ازاي من خلال ان فيه شرطة مشارطات دي بتتطابق مع دي طبعا بتبقى حتى في التصوير وفي الورق بتبقى صغيرة فهو بيروح عاملك تجبيرة تانية جبيرة كده وبعدين يقول لك خلي بالك الشرطة ده اللي فوق تتبقت مع الشرطة ده عند رقم ستة ده اللي يهمني شوف بقى الجمال اروح كاتب الستة دي جنبها خلصة تتحدودها يبقى قراءة الورانية للجزء ده اتنين ملي وستة من مية بقت ستة وعشرين من مية ملي متر الموضوع خلص يبقى الجمال اللي احنا بنعمله بنحط الرقم الاساسي ثم الرقم الثانوي بتاع الورانية جنبه خلي بالك وده يتقاس طبعا ده بالسنتيمتر اسف يبقى ده بالسنتيمتر طبعا ده اتنين من عشر طب لو اراية تانية نقصها مثلا وجاب لك كده الورانية هي وراح جايب لك كده دي التجبيرة الاولانية ودي التجبيرة التانية بدون ما ندخل في تفاصيل ده الواحد واحد اتنين تلاتة يلا خليك شاطر معي بقى هي بقى اللحمر واقف بين الواحد واتنين من عشر او واحد وتلاتة من عشر اه واحد واتنين من عشر هنا ده الصفر بتاع الورانية يبقى انا كده قريفة التدريج بتاعي ده الواحد وده الاتنين يهمين المسطرة بص دي المسطرة واحد 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 من عشرة واحد واثنين من عشرة بين الواحد واثنين من عشرة والواحد وثلاثة من عشرة اروح واخد الصغير واحد واثنين من عشرة سنتيمتر سنتيمتر طيب وبعدين اروح بقى واخد التدريج بتاع الورانية اللي هو عاملك شرط فوق ولا تشغل دماغ وشرط تحت في شرطة تطبقت مع شرطة وراح كاتب لك تحتها سبعة اروح واخد السبعة دي كاتبها كده يبقى رأية الجزء اللي تقصدق واحد وسبعة وعشرين من مية من سنتي واحد وسبعة وعشرين من مية من سنتي طب انت عايزت تحاولها الملي تضرب في الملي تبقى اتنشر ملي وسبعة من عشر بس خلصة الحدودة طب تيجي ناخد مثال احد الطلاب بعته لنا ونشتغل فيه مع بعض هنسيبنا من رأسنا هو ناخد اللي مطلوب بيقول اذا كان قطر احد انصاب اقطار الانبيب الرفيعة القيمة المقاصة واحد وستة وعشرين من مية متر القيمة الفعلي سنتيمتر واحد وستة وعشرين من مية سنتيمتر سيء كم وجيب لك رسم فبيقول لك احسب الخطأ المطلق يعني عايز دلتا اكس وعايز الاكس او تاني اذا كان نصف قطر احد الانبيب الرفيعة المستخدمة في صناعة الالياف الضوئية هو واحد وستة وعشرين من مية سنتيمتر وجيب لك الاياس هنا عشان تجيب القيمة فاحسب دلتا اكس او اكس او حضرتك اللي ادها لك دي الاكس او دي المفروض تطلع من مصنع طب لما جينا اثنا بالقضاء ماذاة الورانية بقى يهمين التجبيرة الكبيرة ده والتجبيرة الصغيرة طيب هتلاقيها كده مثلا يعني كانت هنا صفر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ادي الاتنين كانت واقفة عندي هنا ادي واحد واتنين واقفة هنا ده الصف يبقى انا هنا عرفت بالسانتي عادي خالص ادي صفر واحد سانتي واحد واحد من عشرة هي كانت وقفة هنا او هنا اه واحد واحد من عشرة يبقى واحد واحد من عشرة طيب تعال بقى ما نشوف الورانية كان عاملها كده ده التدريج اللي تحت وده التدريج اللي فوق ونكبرها لك كانت وقفة هنا عند التسعة اروح كاتب التسعة جنبها يبقى القيمة المقاصة اللي هي الاكس بتساوي واحد وتسعتاشر من مية سنتي. حضرتك عايز تحولها بالميلي يبقى اتناشر ميلي وستة من عشرة ميلي متر. تبقى اه حداشر ميلي وتسعة من عشرة ميلي متر. اظن دلوقتي سهل بقى ان انا جيب الخطأ المطلق. يبدلت اكس. بتساوي الاكس اوريجينال ناقص الاكس. وطبعا هنقولها دلوقتي بالتفصيل تبقى واحد. يعني اشتغلها بالسنتي اشتغلها بالسنتي واحد وستة وعشرين ناقص واحد وتسعتاشر. يطلع الناتج بتاعنا واحد وستة وعشرين ناقص واحد وتسعتاشر. يطلع الناتج سبعة من مية. وبعدين اقول الار بتساوي الدلتا اكس على الاكس او. يبقى السبعة من مية على القيمة الاصلية اللي هي واحد وستة وعشرين في مية. عشان انا عايز اجيبها نبقى قوي لان الرقم ده صغير. يبقى على واحد وستة وعشرين في مية تديني خمسة وخمسة من عشرة في المية وطبعا ده قياس غير مقبولي يبقى اللخص تاني تبصلي كده تشغلش دماغك بالشكل الكبير والحجم والقدم رقم كتيرة بتاع انت لك رقمين اتنين الرقم اللي بتقيسه القدم الاساسية والرقم اللي بتقيسه الورانية الرقم اللي بتقيسه القدم الاساسية هو مسلا موقف بين الواحد واربعة من عشرة والواحد وخمسة من عشرة يبقى واحد واربعة من عشرة وشوف هناك الرقم متطبق مع سبعة كاتب تحته ستة يبقى واحد وستة واربعين من مية سنطي حبيت تحولها للملي إدرب في عشر خلص الكلام على كده وندخل على الجزء التاني احنا تكلمنا على القدم ذات الورانية طيب المايكروميتر لو مثلا قطر شعر القدم ذات الورانية مش هتجيبه فإيه سبحاجة اسمها إيه يا جماعة إيه سبحاجة اسمها المايكروميتر يبقى المايكروميتر قياس الأطوال الصغيرة جدا بدقة متنهية طيب خلصنا الطول وخلصنا الزمن الكتلة كتلة زمان كتبتت قاسب الميزان الروماني يبقى كان بيستخدم قديما مين الميزان الروماني طيب تطور بقى الميزان زو كفتين بقى الميزان زو كفة الوحدة بقى الميزان مين الحساس طيب وحدات النظام ده البعد التالت في القياس ببساطة شديدة بردك وبدون ما ندخل في تفاصيل وحدات القياس إحنا عندنا النظام الفرنسي والنظام البريطاني والنظام المتري طبعا ده حفظ مش هيجي عمره في الامتحان كده ولكن تيجي بالشكل اللي هقوله انت عندك جدو المعروف ونروح عاملينه كده عشان نشتغل اسئلة برضا جات لنا وبدأت انا احطها في وقتها المناسب حيث الكل يستفيد ده النظام الفرنسي ده النظام البريطاني ده النظام مين المتري طالب احمد من سهاج كان بعيد لي قال لي لو سمحت حليلي السؤال ده في النظام الفرنسي الطول بيتقاس بالسنتيمتر الكتلة بالجرام الزمن بالسانية طب البريطاني الطول بالقدم والكتلة ب احنا انا ياسف ده النظام الفرنسي الطول بالسانتي والبريطاني بالقدم والمتري بالمتر الكتلة بالجرام يبهين الباوند يبهين الكيلو جرام الزمن ثانية 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 بقول إذا كانت أنا أطلع لك المسألة إذا كانت إحدى الكميات الفيزيائية صغط أبعادها MLT أستسالة ب2 طبعا إحنا عارفين إن دي قوة يا أحمد تمام ده أحمد سهيد الأكس بتساوي MLT أستسالة ب2 فأوجد وحدة قياسها في النظام الفرنسي طبعا ما نقولتك من شيء يقول لك النظام الفرنسي طول إيه لكن إنت هتطبق طبعاتها كده الـM دي إيه إحنا تعودنا دايما إن إحنا نجيبها بالنظام المتري إن الـM ماسي يبقى كيلو جرام والطول لنسي يبقى بالمتر والتيت زمن يبقى ثانية أو السالة ب2 أو ممكن تكتب كده كيلو جرام متر على الثانية كل إيه تربية لأ المراضي يبقى فهم وبعدين يطالب يقول لك ده خارج المنهج إيه اللي خليها خارج المنهج الطول الـM كتلة بس مش هايسها بالمتري هايسها بالفرنسي في الفرنسي اللي هو مين؟ سنتيمتر صح كده؟ طيب آآ ماس أنا آسف آآ جرام طيب الـL طول بيتقاس بالإيه؟ بالسنتيمتر طيب على إيه ده كسر الزمن ثانية إيه بجرام في الثانية عالسنتيمتر كله وسيسالب إيه؟ اتنين طيب كمان مثال كانت بعتهولي أسيا اسم جميل من مينيا أسيا اسم جميل بتقول أوجد وحدة قياس الكمية زد في النظام الفرنسي إذا علمت أنها خارج قسمة أو إذا علمت أنها صيغة أبعاد الـX والـY خارج قسمة الـX على الـY أنا بختصر بس عشان ما نضعش وقت في كتاب الزد خارج قسمة الـX على الـY والـX MLT أسي سالب واحد والزد LT أسي سالب واحد طبعاً يا جاية في صورة اختياري وبعدين رح مديك شوية اختيارات كده هنشوف الاختيار الإيه نحله على طول بدل ما نقوم نكتب اختيارات خطأ طيب ما الموضوع سهل قوي الزد بتساوي الـX على الـY كويس؟ طيب MLT أسي سالب واحد وLT أسي سالب واحد دي أصلها بواحد M أسي سفر يعني يروح الـLT أسي سالب واحد يروح مع الـLT أسي سالب واحد يتبقى الـM الـM دي كتلة طب والكتلة بتتأسف النظام الفرنسي بالإيه؟ بالجرام يبقى لو قال لك السؤال ده استنتج وحدة القياس بالنظام الفرنسي تقول جرام ونفس السؤال لو قال بالنظام البريطاني تقوله الباونت ولو قال في النظام المتري تقول المتر قد الدنيا سهلة خالص يعني وبردك فيه حاجة عايز أقولها لكم وانتو بتحله ما تحلش اللي انت فاهمه حل اللي هو عايزه يعني انت ممكن تكون فاهم ان احنا خدنا في المنهج ومكتوب عندك في كتاب المدرسة صيغة الابعاد تستخدم في استنتاج وحدات قياس وحدات قياس الكميات الفيزيائية في النظام الدولي ومكتوبة كده صراحة انا معاك انت فاهم كده لكن هو مش عايز كده زي السؤال ده هو عايز ان انت تستخدم صيغة الابعاد في استنتاج وحدات قياس الكميات الفيزيائية في النظام الفرنسي هو حر انت عندك ده في المنهج لكن هو عايز يحطك في حتة يشوفك انت فاهم هو عايز ايه تقدر تطبق دراستك للفيزيائية في المستقبل طلعت مخرج تعليمي فاهم ولا مخرج تعليمي حافظ طبعا ناس كتيرة همتبرمغة ان انا اه وتروح تفتح الكتاب استنتاج وحدات قياس الكميات الفيزيائية في النظام الدولي فتروح هنا بقى كان جايب في الاختيارات هنا بس انا حبيت اعملها كمثال اكتر من سؤال يعني كان جايب الجرام والكيلو جرام وكان جايب المتر والسنتيمتر فانت تخدت هتختار مين الكيلو جرام انت فاهم كده انت فاهم كده عشان مكتوب في الكتاب كده لانه شغال استاندرد بيقولك المعلومة الاصلية لكن قالك كمان ما تنساش ان في النظام الفرنسي ممكن اشيل المتر وحط السنتيمتر يبقى انا اشتغل اللي هو فهمه او اللي هو عايز يقوله يبقى خطوتين للنجاح صدقني شيل اللي بيضغط عليك اللي امتحان اسئلة صعبة مش عارف احل وارد ان انت ما تعرفش تحل اسئلة عصر ان انت تقفل المادة تنهى يعني لازم تقتنع بكده هو انت داخل كلمة انا قفلت زي الاعدادي شيلها خالص من قموسك طبيعي جدا الامتياز في الكليات من خمسة وتمانين في المية يعني لو جدت خمسة وتمانين من مية يعني لو نقصت خمستاشر درجة انت راجل ممتاز وكل الدول شغالة بنظام الساعات المعتمدة عندها المفهوم ده فبس الفكرة فكرة تفهم انت هتشتغل ازاي وارد ما تحلش مسألة من عشرين ما تحلش سؤالين ما تحلش ثلاثة زيك زي غيرك لكن الدرجات مش هتلاقي مثلا انت متفوق واحد ما اقفل وانت مش مقفل لازم تفاهم دي شيل الضخم لايز اقفل اصلي والدي قال لي لو ما اقفلتش كذا انسى الكلام ده افهم وخدوا الحلقة بحب كده وافهم وانا بتعاملك فيها الاسئلة اللي وردت واللي بتورد في الحتة بتاعتها عشان اربط لك المعلومة ببعضها فتبقى طالع بجملة مفيدة في الاخر ان شاء الله ربنا يوفقكم ودعوات كل العاملين في قناة مصر التعليمية لابناءنا الطلاب بالتفوق والازدهار طيب اتحال بقى ما نراجع احنا قلنا الفرنسي وقلنا البريطاني وقلنا المتري فضل المتري المعاصر الطول بالمتر كتلة كيلو جرام الزمن بالثانية كمية المادة بالمول درجة الحرارة المطلقة بالكيلفن درجة الحرارة المطلقة زودة الطيار بالامبير زودة الاستضاءة والاضاءة بالكاندلة او الشمعة الزاوية المسطحة الريديان الزاوية المجسمة الاستيرديان تمام يجي لك سؤال عليها ده من عندي بقى محدش قالهولي قالك اذا كانت زد تعين من حاصل ضرب بالكمية اكس في وي الزد بتعين من حاصل ضرب بالكمية اكس في وي ولا انت عارف مين زد ولا انت عارف مين وي ولا عارف مين اكس بس الراجل بيقول لك كده فاستنتج وحدة قياس زد في النظام الدولي للوحدات نظام الدولي ليه للوحدات اذا علمت ان الله الاكس تساوي الام ال ت قصصص صفر طيب والواي تساوي م قصصص ال ت قصصصص ثم تعرف على وحدة قياس مكافأة يا خبرة بيض ايه الموضوع ده فتحس ان الدنيا تقفلت وشك بسم الله الرحمن الرحيم الزد ما تفرقش معي مين دلوقتي بتساوي ايه في ايه ال اكس في الواي يبقى انا هدرب صيغة ابعاد في صيغة ابعاد يبقى الزد دي هتساوي الام ال قص صفر تي قص صفر فيه الام قص صفر ال تي قص في اتنين طب ما تيجي ما نبسط المسألة كده عمال يكتب لي حاجات كتيرة قوي وما لهاش لحة اللازمة طول عمرنا عارفين يا مستر ان اي حاجة قص صفر بواحد يبقى دول ما لهمش لازم يبقى دي الام طيب والام قص صفر مالوش لازم قال لا ده بقيت ام اللي تي قص سالب اتنين قال لا ده ام اللي تي قص سالب اتنين ده عندنا وقانون نيوتن الاول وقانون نيوتن التالت ده يعني مشهورة جدا في كتاب المدرسة اه بدي القوة صيغة ابعاد القوة اللي هي الكتلة في العجلة الكتلة ام العجلة اللي تي قص سالب اتنين يبقى ام اللي تي قص سالب اتنين يبقى باسم الله الرحمن الرحيم الام بالكيلو جرام الال معانا تليفون نستقبله ونرجع نكمل المسألة السلام عليكم عليك السلام ازاي حضرتك صوتك لو سمحت واتشرف باسم حضرتك اتفضل يا سيد سيد منصور صوتك سنة تحت امرك بقول لحضرتك دي مراجعة الفيديا والفيديا الامتحانة النهاردة ولا بكرة لسنة كان يا فنم سنة تانية سنة وامتحنت من امس يا فندم النهاردة ان شاء الله يمتحنهم الساعة واحدة فلسفة فلسفة الامتحان بكرة ان شاء الله تمنياتنا لاولادكم بالتوفيق الله خليك لا شكري على المجهودة كباش تحت امرك فلسفة نرجع للمسألة بتاعتنا الام بالكيلو جرام الال بالمتر التي بالثانية قص سالب اتنين يبقى كيلو جرام متر ثانية قص سالب اتنين اللي هي كيلو جرام متر عالثانية تربية طبعا القوة بتتقاس بوحدة مكافأة اسمها مين النيوتر طيب بسم الله الرحمن الرحيم ماشيين مش شايلين هم الدنيا بسيطة الوحدات المعيارية بقى يا شباب ايه بقى الوحدات المعيارية ديت وقصتها ايه وجات منين ان احنا اتفقنا ان في النظام الدولي الكيلو جرام وحدة قص الكتلة بس الدول اختلفت الكيلو جرام بتاعنا غير بتحكم بقى لازم يبقى فيه معيار يقول لك انا عايز معيار واضح ان زمن الامتحان ساعتين بس الساعة بتاعتك غير بتحتي لا لازم نسبت الساعة لان نتفق عليه فعملوا الكيلو جرام العياري والمتر العياري والثاني العيارية طبعا مش هدخلوا ولا هعرف اصلا ايه التلاتة دول ببقاش فيه تعريفات خلينا في الاجزاء المهمة الوحدات البعيارية دي بتتعمل من حاجة معينة من مادة معينة لازم لها مواصفات ان هي تعيش لانها محطوطة في المكتب الدولي للمواذين والمقاييس بالقرب من باريس ومعيار ومرجع لكل دول العالم صحيح فيه نسخة في الولايات المتحدة لكن مرجع بيعيش عشرات السنين ما ينفعش يجيبه مثلا حديد ويصطي افهم بس افهم عشان لما يلعبي بدا القطار بتاعك انا ليس تخدمت البلاتين والاريديوم نفسي تفهم كده انا ليس تخدمته لو فهمت الحاجة اهميتها ايه فهو لما يجي اسألك حاجة تانية هتعرف انت نقص ايه فتقدر تحل انا عايز حاجة تعيش ما تتفعلش مع الوسط ما تصديش ما تستهلكش ما تبتكلش يبقى ما ينفعش حديد عشان بيصدي ما ينفعش غشب عشان بيتأكل والسوس بيأكلوها كذا طب وعايز ايه مادة معامل تمددها يا كد يكون منعدم احنا اتفقنا ان ما فيش حاسبها معامل تمددها صفر بس ايه يا كد يكون منعدم هي عن صغار اوي من الكلام ده ما ينفعش الحديد طب وإيه كمان ان هي ما بتتقصرش كل الكلام ده لما تجمعوا يجي في حاجة اسمها سبيكة البلاتين شرطة الايريديوم يبقى سبيكة البلاتين والايه والايريديوم تتميز بالصلابة الشديدة لها اقل معامل تمدد طولي لا تتفاعل مع الوسط كل الكلام ده فبالتالي باي يقولك ايه اذا تم عمل متر عياري من الزجاجة مثلا ده يصلح ولا لا يصلح ولا يصلح طبعا الزجاجة ينكسر معامل تمدده كبير يعني حالما بتحط حاجة بكباية ونحط مية ساعة بتنفلق نتيجة ان التمدد بتاعها مرة واحدة فبالتالي وفيه اجزاء ما تمددتش زي التانية فانجسرت يبقى ما تنفعش يبقى انا اديتك البلاتين والايريديوم عشان المميزات دولت فسحبت منك البلاتين والايريديوم في الامتحان يظهر لك عيوب بقى التانية اللي هي الحاجات دي مش موجودة فركز بالك في هذا النمط من الاسئلة ساعة السيزيام الزرية في بعض القياسات زي تحديد مدة دوران الارض حول نفسها وزي قياس الرحلات الجوية البحرية لازم ساعة في ملتها الضقة ما تغلطش اللي خطأ يعني لا يزقر كل ده مين يا جماعة الساعة الزرية يبقى الساعة الزرية بتستخدم في تحديد مدة دوران الارض حول نفسها في تحديد رحلات الصفن للفضاء الخارجي في تحديد الملاحة الجوية والبحرية لانها معدل خطأها لا يزقر يبقى لو استخدمت الساعة العادية ايه اللي يحصل يقول لك كده قامت احد المطارات باستخدام ساعة دليل عادية بدلا من الساعة الساعة الزرية في معرفة او في تحديد الملاحة للسفن للطائرات في المطار فمن الوارد ان يحدث يديك شوية احتمالات ان يحدث ان رحلتين ينصلوا في نفس الزمن وارد لان انا حسبتي دي وحسبتي دي غلط فمعملتش في اعتبار ان في واحدة توصل لتاني في واحدة ترخلت نص ساعة وانا كنت عامل في حسابي التأخير النص ساعة ده فبالتالي جمع على بعض ان انا عامل طائرة تيجي ثلاثة وطائرة تيجي ثلاثة ونص فاللي حسبتها ثلاثة حسبتها بالخطأ تمام فجات ثلاثة ونص مع ثلاثة ونص اللي اتنين نسبة مع بعض يباخد بالي ايه اللي يحصل نتيجة ان انا ما استخدمتش ساعة دقيقة يبقى موارد ان الطائرات تنزل في نفس التوقيت يحصل برجلة في الملاحة يحصل برجلة في صرف الحقائب لان الاتنين دخلوا على بعض فبالتالي ده وارد برضا معانا اتصال تليفوني ألو السلام عليكم عليكم السلام معلش كنت عايزة اسأل حضرتك على حاجة اتشرف اسم المعليكي الأول مدام اسماء ما حضرتك صدري يا فامي كان فيه في امتحان الماس كان فيه ورقة في الآخر خالص قالوا لنا ان دي مسودة تمام المسودة دي المرأبين قالوا للطلبة ان انتوا تكتبوا فيها المسائل عشان لو حصل حاجة ممكن تتحسبوا على الخطوات انا عايزة اعرف هل فعلا بيتحسبوا الولد على الخطوات يعني لو واحد كاتب المسألة صحة وطلع النتج غلط لأي سبب كان هيتحسب على الخطوات دي ولا الدرجة كلها بتروحة الاختيار من متعدد يا فاندم الاجابة صحيحة او خاطئة وفقا للي كاتبه في المتن بتاع السؤال المسودة دي بيرجع لها في الاسئلة النظرية يعني مثلا مسائل او اثبتات فبالتالي لو هو فعلا في الاسبات او في المسألة نقص حاجة في الاسبات وحنت احنا في السنوات العامة شغالين كده بنرجع لي المسودة لازم تصحف لكن الاختياري يختار اجابة صحيحة من اربع اختيارات او من خمس اختيارات لو اختار اجابة خاطئة حتى لو هو كاتب وراء الاجابة الصحيحة تأخذ الاجابة خاطئة للأسف ولو اختار اجابتين تأخذ الاجابة خاطئة للأسف وهذا هو علامات التصفيح في الاختيار من المتعد بس كده هيبقى العشرين سؤال بيهيبقى فيها شوية ظلم للطلبة احنا في المناهج بتاعت اي مادة حتى اسات زيت المناهج اسات زيتنا في ده كل سؤال نمط سؤال ليه مميزات ولا عيوب مفيش سؤال في الدنيا كله مميزات وكله عيوب الاختيار من المتعدد بيديك مميزات كتيرة انه يقدر ينوع فيه الاسئلة يشمل المناهج كله يقدر انه هو يديكي درجات صعوبة وسهولة كبيرة لكن فيه عيوب في التصفيح فيه عيوب فيه عيوب في السؤال موضوع يعني ممط السؤال ان التخمين فيه وارد احنا ساعات بنقلل على قد ما نقدر ان احنا نجيب الاعجابات قريبة من بعد ويهي برضا خطأ التصفيح اللي حديث قلت عليه ان للأسف انا ليا بالاجابة اللي مكتوبة مش ليا بالخطوات وقد تأتي مع طالب آآ بالصدفة الاجابة صحيحة وهو حسبها خطأ او غشيشة حتى وقد يكون طالب العكس وفي الاسف الطالب الاولاني اللي بيأخذ الدرجة واي سؤال حتى لو السؤال عالل من اسئلة زمان كان برضا قبيبة فيه عيوب في التصفيح بترجع لزيتيت المصاحح ممكن تصبح مصاحح يشوف ان الاجابة صحيح هيدي له الدرجة كاملة وفيه مدرس يشوف ان الاجابة مش كاملة لكن تأكد ان افضل نمط من الاسئلة كموضوعية وكامانة وقدقة علمية وكشفافية ومساواة هو الاختيار من المتعامل اوكي مرسي خالص شكرا يا فاند المفاجر فيك شارك نرجع نكمل الجزء اللي بقينا بعد ساعة السيزيام الزرية نروح راجعين للجزء اللي بعده اللي هو التحولات والتحولات دي مهمة قوي ولازم تركز فيها قوي انا قلت لك الخلاصة فيها قبل كده اللي هو حضرتك عايز تحول افضل طريقة للتحولات على الاضلاق لف بقى ولف ولف وهترجع للطريقة دي ان الرقم اللي انت عايز تحوله المطلوب تحوله يضرب في عشر قص المعامل المحول منهم نفس معامل المحول إلي ايه الكلام الكبير ده احنا خدنا المعاملات وهرجع لها تاني دلوقتي وقلنا انه في ارقام كبيرة اوي 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 زي مثلا المسافة بين الارض والنجوم والكواكب وفي ارقام صغيرة اوي 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 زي قطر وفيروس ووا فالارقام الكبيرة معاملاتها كبيرة كيلو اهو أفضل طريقة ميجا جيجا طبعا فيه تيرة وفيه فيه فيه الكيلو 10 قص 3 الميجا 10 قص 6 الجيجا 10 قص 9 كلام جميل طب والعكس اليامة التانية هتلاقي عندك الصغير نعمله بالسالب مثلا عندك السانتي 10 قص سالب 2 سانتي معانا الميلي 10 قص سالب 3 معانا سانتي ميلي مايكرو 10 قص سالب 6 مايكرو أو ميكرو نانو 10 قص سالب 9 نانو ومني ليك مش موجود عندك بس اضيفه بقى اكتبه في المذكرة معاك البيكو 10 قص سالب 9 والفمتو 10 قص البيكو 10 قص سالب 12 اسف اهو 10 قص سالب 12 وده 10 قص سالب 15 طب يا مستقل انا توتي منك قول لي مثال بقى اقولك دلوقتي حول لي مثلا 7 ميلي امبير عايزك تحول لي 7 ميلي امبير لكام وده نموذج او سؤال جاي اه في كتاب المدرسة بالنص بس انا حلوك بطريقة افضل بكتير بقى من 7 ميلي امبير لمايكرو امبير يلا يا باشا انا بقول ايه بص اهو طبق الرقم المطلوب تحويل اللي هو كام 7 اهو في 10 قص الرقم المطلوب تحويله 7 في 10 قص معامل المحول منه انت عايز تحول من مين ميلي يبقى سالب 3 خلاص نقص افتح قص معامل المحول اليه الميكرو الميلي قلنا بسالب 3 الميكرو بسالب 6 يبقى سالب 6 يبقى 7 في 10 قص سالب 3 سالب في سالب موجب 6 يبقى موجب 6 يبقى 10 قص 3 يعني 7000 ميكرو امبير شوف الكلام جميل ازاي تاني تقولها كده معايا وتكتبها ونروح عملين لها مربع كده في الصفحة اللي كتاب المدرسة اللي موجود فيها المعاملات الصغل معيار اللي هو الجاد اللي أنا عملته ده الرقم المطلوب تحويله في 10 قص معامل المحول او المحول منه شانا سادزيتنا اللغة العربية نزعلوش منه ناقص معامل المحول اليه طب اديني مثال كمان عايزة حول الفمتو ثانية او الملي جرام لكيلو جرام عايزة حول خمسة ملي جرام الاول الى كام يقول لك كده في الامتحان خمسة ملي جرام تساوي وديك شوية اختيرات كتيرة وانا عارف انه طالبة وقالوا هالي كذا مرة مستر احنا بقى دي خمسة الرقم فيه عشرة قص ده المستمعين فهموها معي الملي المعامل بتاعه ايه ارجع كده للملي المعامل بتاعه ايه عشرة قص سالب تلاتة اروح كاتب عشرة قص سالب تلاتة ناقص معامل المحول اليه انا عايز احول من خمسة ملي جرام كم كيلو جرام هو كاتب لي في الاختراك كم كيلو جرام يبقى الملي عشرة قص سالب تلاتة ناقص الكيلو جرام معامل الكيلو عشرة قص سالب تلاتة اه يبقى سالب تلاتة اه فتروح مدياني خمسة في عشرة قص سالب تلاتة وسالب تلاتة يبقى سالب ستة كيلو جرام وفعلا كده لو رجعتلي تعالى بنارجع ندرجش فيها كده لما اقول 5 مل جرام المل جرام واحد على 1000 من جرام يبقى 5 في 10 قص سالب 3 يبقى انا معايا 5 في 10 قص سالب 3 وعايز احاوله من انا حاولت كده لجرام من جرام لكيلو جرام كمان 10 قص سالب 3 يبقى 10 قص سالب 3 10 قص سالب 3 يبقى 10 قص سالب 6 شفتوا الدنيا جميلة ازاي طيب حتة مهمة في التحولات لما نيجي نقول مثلا عايزين نقول حول لي السبع من 100 ده سؤال هدير من اسكندرية سبع ملي وفي الكتب الخريجية المشهورة يعني سبع من 100 كيلو متر الى كام سنتيمتر هقولك ولا تشغل نفسك اه دي السبع من 100 كيلو متر يبقى في 10 قص الكيلو معايا بكام المعامل بتاعه ب1000 يبقى 10 قص 3 يبقى 7 من 100 في 10 قص 3 يبقى 7 من 100 في 10 قص معامل المحول منه كيلو نقص معامل المحول اليه السنتي سالب 2 صح كده يبقى بيساوي 7 من 100 في 10 قص 3 نقص في نقص موجب يبقى موجب 2 تديك 7 من 100 في 10 قص 5 بس يا هدير لما انت ديتيني الاختيارات ضل لخبطك ما الدهلكيش بالشكلة ده لأ ده الدهالك 7 في 10 قص كام فضل لخبطك عشان كده الامور سهلة حول الاول الرقم وبعد كده بشوف الرقم ده بقى ييجي بشكل تاني ازاي يعني ما تاخدش الخطوتين مرة واحدة امشي سنة سنة اعيد 7 من 100 نزلته في 10 قص معامل المحول اليه 3 نقص معامل المحول اليه سنة يبقى نقص نقص 2 يبقى 7 من 100 في 10 قص موجب 3 وموجب 2 موجب 5 طب انا لو حبيتك تبديل وحدها مش دي 7 من 100 في 10 قص دي علامة ودي 2 يبقى سلب 2 صح كده طيب اضربها في كام بقى في 10 قص كام 5 يبقى انا لما اجا اقول دلوقتي بقى بقيت 7 في كام 7 في 10 قص 2 في 10 قص 5 اجمع الاسس يبقى 7 في 10 قص 3 اتفاهم دي ولا ما اتفاهمتش نقولها اخر مرة لان فيه تحولات كتيرة زيها فاختصارا للوقت نقول على مثال واحد 7 من 100 كيلو جرام هحولها ازاي لسنة كيلو متر قاسب كيلو متر لسنة متر يبقى 7 من 100 بتنزل زي ما هي في 10 قص كيلو 3 نقص السنة سلب 2 يبقى 7 من 100 في 10 قص 3 نقص نقص بموجب 2 يبقى 7 من 100 في 10 قص 5 عشان نقول التفاصيل بتاعت ازاي عملت الحرقة دي طب هو ما جاتلكش في الاختياري خالص هو جيب لك 7 من 100 في 10 قص 3 ولا 7 في 10 قص 10 وانا مش عارف ايه طيب ما هو دي 10 قص 5 اهو طب انا لو ديتك 7 من 100 ما تقدرش تكتبها في الصيغة المعيارية اقدر هرجع علامة عشرية ادي سلب 1 وكلاما من علامة عشرية ادي سلب 2 يبقى 7 في 10 قص سلب 2 طيب يبقى 7 في 10 قص سلب 2 موجب 5 تديك موجب 3 يبقى 7 من 10 قص ايه 3 طب ازاي نتعامل مع الاسس قلنا لو 7 في 10 قص 3 في 10 قص او سيبك من دي خال في 10 قص 2 تديك كام يعني عايز 10 قص 3 في 10 قص 2 تديني كام تديني 10 قص 3 زائد 2 في حالة الضرب تجمع الاسس بشرط المعامل واحد العشرة ده سابت او الرقم واحد طيب لو حبيت اقول 10 قص 3 في 10 قص سلب 2 تديني 10 قص 3 موجب ناقص 2 تديك 10 قص 1 طب لو حبيت اقول الاسم بقى 10 قص 5 على 10 قص 4 تديني كام 10 قص 3 ناقص 10 قص 4 تديني 10 قص اه قاسب 5 يبقى 5 ناقص 4 تديك 10 قص 1 طيب الجزء اللي بعده 10 قص 5 على 10 قص سلب 4 تديني 10 قص 5 ناقص ناقص 4 تديك 10 قص 9 طيب الجزء اللي بعده شاني ما مشيين بالترتيب معاكم صيغة الابعاد وهنشرح انه نقدر عليه النهاردة ونكمل بس هتبقى الحلقة بتاعة بقرة اجتئيلة شوية عايزك بقى تبقى مركز معايا ونتشغلش دماغك للمرة المليون بالامتحان صيغة الابعاد صيغة تعبر عن الكميات الفيزيائية المشتقة بدلالة رموز الكميات الفيزيائية الاساسية مرفوع كلهم منهما لقص معين لازم ناخد في الاعتبار ان الجدول ده معانا اساسي بشغلنا في صيغة الابعاد اللي بيربط بابين تلت كميات اساسية معانا اللي هي الطول والكتلة والزمن وحكتين اتنين صيغة الابعاد ووحدة القياس طيب هنشتغلها ازاي الطول صيغة ابعاد والطول بيتقاس بالمتر والكتلة بتتقاس بكيلو جرام والزمن بيتقاس بالثانية الطول بالمتر والكتلة بالكيلو جرام والزمن بالثانية لكن صيغة ابعاد الطول لنس ايه بقيل وصيغة ابعاد الكتلة ماس اي بال ام وصيغة ابعاد الزمن خد بالك بقى اربع ملاحظات بص هم الخلاصة اربع ملاحظات هم الخلاصة ارجع بقى وبصوا لكده وحطوهم بقى كده وبروزهم عند صيغة الابعاد صيغة الابعاد تهمين الاصل بتاع الحاجة ما يهمينيش النوع يعني طاقة الحرقة هي طاقة الوضع هي الطاقة الكيميائية هي الطاقة الميكانيكية هي الطاقة الحرارية طاقة ام ايه اللي تربية تيقص سالب اتنين انا هنا بتعامل مع الاصل مع الرأس الكبيرة زي بقول السرعة احنا خدنا السرعة اللحظية والسرعة المتوسطة والسرعة المتجهة والسرعة العددية والسرعة الابتدائية والسرعة النهائية صح؟ السرعة والسرعة الزاوية سرعة ايه اللي تيقص سالب واحد العجلة المركزية والعجلة الخطية والعجلة الدائرية برضك اللي تي قس سالب اتنين. معنا تليفون? الو? الو ازاك يا مستر? ازايك? اسمك ايه? اسمي اسراء. ازاك يا اسراء? منين يا اسراء? من انا. اتفضلي يا اسراء تحت اعمل. اه يا مستر انا عنده قلبي يقول ازا كانت صغط ابعاد كمية فيزيائية هي اه ام اص اكس اه دوت ال اص اكس اه دوت اه تي قس سالب اتنين اكس. والله هي لا. تبقى تبقى دي قوة ايه? تبقى دي ايه? صح يا اسراء? اه. بص يا اسراء كده بخط ايدي والله يكسايف لكم كل الحاجات دي. اهي يا اسراء عشان خطر عيونك. اهي مكتوبة. ده بخط ايدي وده عشان امشي منظم معاكم. انا عاملها لكم كمثال. هقولها لك يا اسراء. نبص يا اسراء. انت معايا عالتليفون? ايه نبص يا اسراء. هو صغط ابعاد هنا بيقولك الاكس ده رقم صحيح صح? ايه صح. انا لو عوضت بواحد هتديني ام ال تي قس سالب اتنين صح? صح. طب هو ام ال تي قس سالب اتنين دي مش دي القوة عندنا? ايه. يبقى دي صغط ابعاد مين يا اسراء? دي صغط ابعاد العجلة. لي يا اسراء العجلة ايه اللي تي قس سالب اتنين يلا كانت مدرسة في ام. اه. تي بقى مين يا اسراء? القوة? ايه صح. ومش محتاج ان انت تحفظ يا اسراء. انت عندك الجدول في المدرسة مكتوب فيه السرعة والعجلة والقوة والطاقة. انت طلعتها في الامتحان كده يا حبيبتي. ارجعي بقى لقارنيها. دي بتاعت مين في المنهج? هتلاقيها القوة. وعشان خاطر انت فتحت الموضوع ده نحل سؤال زيه بالضبط عشان تفهميه. انا برده تجايبه معايا في الملخص اللي انا عاملوا لكم. اما قص اكس. ال قص اتنين اكس. تي قص سالب اتنين اكس. انت اللي هتقولي بقى يا اسراء. لما نيجي نعوض. طبعا لو هنا عوضنا باتنين وتلاتة هتديكي صيغة ابعاد حاجات تانية. مش ملهاش كمية فيزيقية. لكن هنا. لو عوضنا عن ال اكس بواحد تديني ايه يا اسراء? تدينيها اه اه انا انا قص واحد. شطرة. دوت دوت الا قص واحد. لا. ليه? اتنين اكس في واحد. اه اتنين. اتنين. ها? دوت اه دوت تي قص سالب اتنين. بس خلاص كده يا اسراء. دي مين يا اسراء? ام. دي الطاقة? او الشغل. صح? صح. يبقى لما يجيلي النمط ده من الاسئلة اكس اعوض على طول اول مادة اعوض اعوض بواحد. هيطلع لي شكل اللي انا عارفه. هو يا اسراء? يا هنت جدا يا مبتر. وانا كنت مجهزها لكم ومجهز لكم حاجات كتيرة اول حلقة غدا ان شاء الله بس تستمعوا لها جيدا. لو عندك اي سؤال تاني تحت امرك يا اسراء. شكرا خارس يا مبتر. تحت امرك. تحت امرك. شكرا خارس يا مبتر. شكرا يا حالك. تحت امرك. اه نرجع مع بعض ونكمل صيغة الابعاد. يبقى اول ملاحظة قلناها. الملاحظة التانية في صيغة الابعاد انها لا تجمع ولا تطرح. يعني قل زائد قل تديني قل مش تديني اتنين قل. ولا تطرح قل نقص قل تديني برضك قل مش تديني صفر. يبقى دي الملاحظة الاولى ودي الملاحظة التانية. طب الملاحظة التالتة نقول مع بعض في الملاحظة التالتة ان صيغة الابعاد ببتخص في الاعتبار للارقام ولا السوابت. يعني بناخدش في اعتبارنا للارقام ولا السوابت. يعني نص م في تربيع. يبقى اتنين مش معانا. يبقى اول وحدة وتاني وحدة وتالت وحدة. طب الربعة صيغ الابعاد تجمع? لا. تطرح? لا. يبقى عشان اجمع كميتين فيزيائيتين لازم يكون لهم نفس صيغة الابعاد. يبقى لما يقولك اذا كانت اكس تساوي ال تي قصي سالب اتنين والواي تساوي ال تي قصي سالب اتنين. فان تلاتة اكس زائد اربعة واي صيغة ابعاد هتساوي ايه؟ برضك هتساوي ال ال سي قصي سالب اتنين. تمام? تمام. طيب. ان شاء الله بقرة هنكمل في نفس معادنا بس بقرة هيكون كم جبير بقى اكبر. هنستحمل بعض ونركز. اتطمن والله كل فكرة بجيب لك عليها اكتر من تطبيق في مكانها يهميني جدا ان احنا كسر تفاوك من كل الناس كلها من الصعيد لسكندرية ومن السلوم لرفح امانا فيكم كبير متوكلين على الله وبنشتغل معاكم وان شاء الله تفرحونا لانا ننتقى غدا لكم مني ارقى التمانيات دمدن في امان الله وفضله ترجمة نانسي قنقر